استفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ودكتور خالد عبدالغفار التقوا برئيس جامعة الجلالة دكتور أشرف حيدر وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إطار الزيارة اللي نظمتها وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج دكتور خالد عبدالغفار أكد أن وزارة الهجرة نجحت في ربط شباب الدارسين بالخارج وعلماء مصر بالوطن وأنه شباب مصر اللي بيزورونا هم سفراءنا لنقل الإنجاز التحق في مجال التعليم سفيرة نبيلة مكرم قالت أنها فخورة بجامعة الجلالة اللي بتأكد أن الدولة بتستثمر في بناء الإنسان مع النهضة التعليمية الحقيقية للوزارة حريصة أنه أبناءنا في الخارج يتعرفوا عليها